تونس النهاردة قسلت أمام أستراليا بهدف ميتشيل دوك في ديئة 23 هدف مبكر بعض الشيء ولكن تونس دون أي ردة فعل تونس النهاردة بأداء باهت جدا تونس النهاردة بأداء غير المتوقع وهولوك بصراحة أنا ما كنتش متوقع مشاركة عظيمة لتونس في هذا المونديال تغيير في جهاز فني بعض اللاعبين مع الدومش خبرات كبيرة مستوى تونس أصلا في التصفيات ما كانش أعظم حاجة فكان الطموحات لتونس مش عظيمة ده قبل ما البطولة تبدأ لعبة تونس مباراتها الأولى أمام المنتخب الدنمارك وعملت أداء رائعة جدا وقدرت تجبر الدنمارك على التعادل الدنمارك اللي خصت النهاردة بالصعوبة جدا قدام المنتخب الفرنسي حامل لقب البطولة فقلنا لا تونس هتفاجئنا تونس هتعمل بطولة كبيرة وبدأت الأمال والتوقعات تزيد مع المنتخب التونسي جي المنتخب التونسي النهاردة قدام المنتخب الاسترالي اللي هو أضعف فرق المجموعة مش بقول إن هو منتخب ضعيف ولكن هو على الورق هو الأضعف هو الأقل هو الأقل من حيث التنافسية أنك تقدر تلعب قدامه مباراة مزيد دنمارك أو حتى أو مش حتى أو أكيد فرنسا النهاردة هدف للمنتخب الاسترالي وبعد كده تونس محلك سر تحسن الأداء نسبيا في الشوت التاني ولكن ما تحسنش لدرجة صناعة عدد كبير من الفرص اللي تخلي تونس تقدر تقود في المباراة واستراليا تحس وكأنها فازت بالمباراة بكل سهولة دون أي مجهود صحيح كان عندهم الرغبة أكبر الروح أكبر الدفاعية أكبر وتونس كانت النهاردة مش هقول مستسلمة بس يعني قليلت الحيلة منتخب كان قليل حيلة النهاردة ما فيش أي شراسة في الهجمات ما فيش أي شراسة في النواحي الدفاعية المنتخب الاسترالي بكل قوة ورغبة في الفوز قدر النهاردة يحسم النتيجة بهدف في الدقيقة 23 للأسف الموقف بالنسبة لتونس بقى صعب جدا ليه بقى صعب جدا تونس دلوقتي عندها نقطة واحدة أقول لكم سيناريوهات تأهل تونس لدور 16 في كأس العالم عشان تعرفوا الوضع عامل إزاي الوضعية الحالية للمجموعة فرنسا في استدارة بست نقط وبعدها استراليا بثلاث نقط وبعد كده الدرمارك بنقطة واحدة الدرمارك في المركز الثالث بنقطة واحدة والمنتخب التونسي بنقطة واحدة الوضع أي دلوقتي الوضع أنه آخر في الجوة الأخيرة في هذه المجموعة فرنسا هتواجه تونس فرنسا هتواجه تونس والنحاء الثانية الدرمارك هتواجه المنتخب احنا نتكلم استراليا وتونس استراليا والدرمارك وتونس هتواجه فرنسا ده الموقف بالنسبة للمجموعة المباراة اللي جاية تونس محتاجة إيه؟ تونس مبدأين كده؟ محتاجة تكسب يعني بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة أول هدف أول هدف وآخر هدف هو الفوز في المباراة اللي جاية وتنتظر ما يحدث في ما هو قادم من المباراة الأخرى مباراة الدرمارك واستراليا الأول لازم تكسب مين؟ تكسب فرنسا لازم تكسب فرنسا كسبة فرنسا نبدأ بقى إيه؟ نعد النقط ونشوف اللي هيحصل الوضع إيه بقى؟ هل تونس قادرة على الفوز على فرنسا؟ مهمة صعبة صحيح فرنسا أكيد أكيد بعد ست نقاط بعد ما ضمنت كأول منتخب يضمن السؤال للدور القادم هتلعب بتشكيلة احتياطية بس تشكيلة فرنسا اللي احتلاطية تشكيلة في منتخب القوة كل اللعيبة في منتخب القوة في منتخب فرنسي المنتخب التونسي ممكن نقول إكلينيكيا بيفكت كثير كثير من حزوزه في البقاء في هذه البطولة للأسف يعني حتى كده الفوز النهاردة كان ضروري وحتمي لو كان فيه مباراة حسيمة لتونس في هذه البطولة فكانت هذه المواجهة مواجهة مين؟ مواجهة المنتخب الأسترالي الوضع يتأذن بالنسبة لتونس وكان في سنة الوضع يبقى أحسن احنا أكيد محتاجين ناحة تانية المنتخب الدنماركي لما هيواجه المنتخب الأسترالي يتعدلوا مع بعض عشان نشوف بعد كده إلا هيحصل فيه فارق الأهداف وإن كان فارق الأهداف برضو هيبقى صالح المنتخب الأسترالي لو تعادلوا كده كده الوضع صعب يعني كده كده الوضع صعب يعني لو أستراليا فائزت على الدنمارك في الجولة الثالثة هيصعد منتخب أستراليا كوصيف خلفا من خلفا لمنتخب فرنسا ده الوضع بالنسبة للمجموعة محتاجين تعادل مبدئيا يعني بس ده بالنسبة لمجموعة فرنسا والمنتخب التونسي والدنمارك وأستراليا ده الوضع ترجمة نانسي قنقر